اشتركوا في القناة النادي فعلا محتاجين نجيب الشيطان بالضربة القضية ونجيب لمس اكتاف لان القافة اللي هنتكلم عنها النهاردة والصراع اللي هنتكلم فيه النهاردة صراع بيتوقف عليه اما ان الانسان يوصل لاعلى درجات الجنة لو انتصر واما ان ينزل لاسوأ دراكات النار لو اتهزم عشان كده النهاردة معركة بالبلد كده مصيرية معركة تاريخية الشيطان بكل اسف قدر يزين لكتير من المسلمين اللي اللسان دوت الكلام اللي بيخرج منه ولا يهمك اي كلمة بتتقال ما بتتحسبش عليك لانه كلامه خلاص وهي دردشة وهي كلمة بتتقال هنا وفكهة المجالس هنا وكلمتين بنتفك فيهم هنا لكن في النهاية كل ده بيتحسب عليك ما يلفظه من قون الا لديه رقيب عتيد اخوي وحبيب عشان كده الصراع اللي لا دي هيكون الصراع مع اللسان عشان كده نبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من كتر الكلام وجمع كل ده في جملة حلوة وقال من صمت نجا وراح اهلك لو عايزني اضملك الجنة اضملي حكتين اضملي اللي بين الفكين واضملي اللي بين رجليك قال صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنة ويجي فيهم الايام يتسئل حبيبنا صلى الله عليه وسلم اي المسلمين افضل مين افضل المسلمين قال من سلم المسلمون من لساني هو يدي ويخبر حبيبنا صلى الله عليه وسلم بمشهد يوم بيحصل كل يوم لكل مسلم على وجه الأرض كل يوم قال صلى الله عليه وسلم إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء الجوارح فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان يعني تخضع وتذل للسان تقول له اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا أنت اللي ممكن تكون سبب دخولنا أعلى درجات الجنة وإنت اللي ممكن تكون سبب وصلنا لأسوأ دركات النار ولذلك حبيبك صلى الله عليه وسلم كان بيوضح أن بالكلمة الحلوة اللي مش هتكلفك أي حاجة ومش هتتعبك ولا هتتعنى منها كلمة بسيطة طلعا كده ببساطة الكلمة دي ممكن توصلك لأعلى درجات الجنة قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة ورفا يرى ظاهرها من باطنها ويرى باطنها من ظاهرها دي المين يا رسول الله قال أعدها الله جل وعلا لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام يا سلام ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم حذرنا من أفات كتير جدا تعالوا بسرعة كده نشوف إيه هي الأفات اللي ربنا حذرنا منها وإيه اللي نبينا حذرنا منها صلى الله عليه وسلم علشان نتجنب الافات ديت وعشان نقدر ننتصر على اشطنة ونقدر ننتصر على السنة ونفوز بأعلى درجات الجنة وننجم من النار بفضل الله اول افة الكلام في ما لا يعنيك ان انت تقعد تتكلم في حاجة مناش فيها فلانة جوزت ليه وفلانة طلقت ليه وفلان جاب العربية دي ليه وفلانة هيسكن في البيت ده امتى وفلان بتنجح ازاي وفلان وفلان انا مالي قال صلى الله عليه وسلم من حصن اسلام المرء تركه وما لا يعنيه الافة رقم اتنين الخوض في الباطل الكلام في المعاصي نعود انا واصحابي نتكلم في سيرة البنات والستات وفلانة بتعمل وفلانة بتساو فلانة راحت وفلانة جات وفلان وعلان ووى ليه الكلام ده كله يقولوا جل وعلا محدثا عن اهل النار انهم يقولون وكنا نخوض مع الخائدين وقال صلى الله عليه وسلم وان الرجل اللي يتكلم بالكلمة من صحة الله يكتب الله عز وجل عليه بها غضبه الى يوم القيامة وفي رواية ينزل بها او يهو بها في جهنم سبعين خريفا الافة التالتة المراء والجدال اعود اجادل فيك واماري فيك واخصمك وازعلك وعود افضل اجادلك ساعتين وثلاثة وفي نهاية انتهي الامر بالخصومة والسب والشتم واللعن والتقاطع والتضابر والهجر طب وليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا زعيم يعني انا ضامن ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وان كان محقا وقال صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى الا اوت الجدل ولذلك خب بالك بقى من ضمن الخير اللي احنا اتحرمنا منه بسبب الجدال والمراء والتنازع والتلاحي ان ليلة الادر كان النبي عرفها كان ربنا ارسله سيدنا جبريل وعرفوا ليلة الادر يوم ايه او ليلة ايه فخارج النبي من بيته صلى الله عليه وسلم عشان يخبر الصحابة بموعد ليلة القدر فلا اتنين بيتصرعوا وبيتخنقوا مع بعض فرفع علم ليلة القدر من النبي بشؤم التلاحي والتخاصم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري خرجت لاخبركم بليلة القدر فرأيت فلان وفلان يتلاحيان فرفعت وعسى ان يكون خيرا لكم فالتمسوها في العشر الاخر في الوتر منها من ضمن افات لسن الخصومات والشتم والسب واللعن والخصومات سبب كل شر ولذلك قال جل وعلا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واباح الكذب للاصلاح بين المتخاصمين قال حبيب وانا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقوله خيرا عرفت ان فلان متخاصم مع فلان بتروح تقولي الاولاني ياخد الراجل نفسي يجي صالحك بس مكسوف منك خايف لحسن ترده معقولة اه صدقني وتروح للتاني تقوله نفس الكلام وتصلح بين الاتنين انت كذبت لكن الكذب ده مباح بل مستحب للاصلاح بين المتخاصمين من ضمن افات اللسان الفحش وبذائة اللسان وانا بقولك بسرعة كده علشان تبص كده وتشوف لمحة سريعة على ممكن حاجات كتير جدا بتمر قدامك سواء انت بتعملها او غيرك بعملها وعشان تحذر من افات اللسان وتقول لسانك حصانك انصنت صانك وانهنت هانك وكفايا بقى قول النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء وقال صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء الا شانة وما كان الحياء في شيء الا زانة بابي انت وامي ونفسي وروحي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضمن الافات السب حبيبا تقول ليه سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وقال صلى الله عليه وسلم الربى اثنان وسبعون بابا ادناها مثل اتيان الرجل امه وان اربى الربى اسوأ انواع الربى استطالة الرجل في عرض اخيه انك تقعد تتكلم في عرض اخيك وتسبه وتلعنه وتتكلم عنه كلام بزيء ده من اربى الربى كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اللعن من ضمن افات لسان اللعن فيه ناس كده طول ما قاعد يقولك الله يلعن فلان ويلعن فلان ويلعن فلان وربنا يلعن كذا ويلعن كذا ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكون المؤمن لعانا يقول صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت لحمة يقول صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله يقول صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا طهر لسانك من اللعن والشتم والسب والأشياء دي كلها لأن المؤمن لسانه طيب لا يقول إلا طيبا من ضمن الآفات كثرة المزاح إيه دا هو الإسلام بينهى عن المزاح لا الإسلام ما بينهاش عن مزاح ضرب بنا قال وأنه هو أضحك وأبكى ويقول صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا فلم ينفي الضحك لكن النهي هنا عن كثرة الضحك والسخرية والاستهزاء بالناس والترياء على فلان وعلى فلان ولذا قال صلى الله عليه وسلم لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب يعني ما يبقاش حياتي 24 ساعة هزار ونقط وضحك وترياء أواما إنما ممكن أضحك وفرفش وإحنا بنضحك وبندردش وبنفرفش وبننبسط مع بعض لكن في حدود في حدود الشرع وبشرط إنه ما يكونش الضحك فيه كذب وما يكونش فيه ترياء على حد وما يكونش فيه يعني عيازا بلأ سخرية من إنسان أو مسلم أو مسلمة أو حتى غيره مسلمة وغيره مسلمة ما يبقاش فيه سخرية من أي حد من ضمن الآفات السخرية والاستهزاء بالناس قال جل في علاد يا أيها الذين آمنوا حدش يسمع كلام ده إلا المؤمنين لا يصخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن يقول صلى الله عليه وسلم موضحا إن أنت ليه تستهزأ وليه تصخر من أخوك أنت تعرف مقادير الناس ده النبي بيقول لرب أشعف أغبر ذيت مرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره يا سلام ده النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام الحديث للبخاري كان واقف مع الصحابة وفجأة واحد معدي راجل ما شاء الله حلم شكله جميل فقال ما تقولون في هذا قالوا هذا حرين إن تكلم أن يسمع وإن شفع أن يشفع وإن نكح أن ينكح فسكت النبي وشويتين مع الدرجة الفقير بسيط فقال وما تقولون في هذا قالوا حرين إن تكلم أن لا يسمع وإن نكح أن لا ينكح محدش يجاوزه وإن شفع أن لا يشفع فقال صلى الله عليه وسلم لهذا الفقير الغلبان ده خير من ملء الأرض من مثل هذا خد بالك فأنت متعرفش مقادير الناس قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل السمين العظيم فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة وفي المقابل عبد الله بن مسعود صاحب السقان الدقيقة والجسد الرفيع في يوم الأيام طالع يبسواك للنبي من على الشجرة فتأتي الريح فتكشف سقانه رفيع فالصحابة يضحكوا فإلهم النبي عليه وسلم مما تضحكون قالوا نضحك من دقة ساقي قالوا والذي نفسي بيدي لهما في الميزان يوم القيامة أثقلوا من جبل أحد يا سلام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرات من كبر من ضمن الآفات برضو الشنيعة اللي ياما ضيعت ناس كتيرة الكذب الكذب اللي النهاردة فيه ناس بتجذب من غير ما تحتاج أنها تجذب من كتر ما تعودت أنها تجذب حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول لك وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا يقول صلى الله عليه وسلم أنا زعيم أنا ضامن ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا يقول صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمل خان ووضح صلى الله عليه وسلم أن عذاب الكذاب في القبر أنه يشرشر شطقه من الفم الحد قفاه ومن الأنف الحد قفاه ومن العين الحد قفاه ثم يشرشر الجهة الأخرى ويظل هذا عذابه إلى يوم القيامة ويخبر أن يوم القيامة يأتي وجهه أسود ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة وممكن يستحق النار بسبب الكذب ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ومن ضمن الآفات ودي من أكثر الآفات انتشارا بعد الكذب مباشرة الغيبة الغيبة يا مسلمين الغيبة فاكهة المجالس اللي لا تكاد النهاردة تجد مجلسا إلا هو لازم يتقال في سيرة فلان وفلان تحالوا نكمل موضوعنا موضوع خطير جدا ولكن بعد هذا الفاصل صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جولة الإلهة دي والله جولة مهمة إخواني وأحبابي بالله عليكم عايزين نتخلص من آفات اللسان من صمت نجا ياريت نطهر لساننا بالغيبة والنميمة والكذب والبهتان وقف المحصنات والسب واللعن والشتم كل هذه الأشياء ما ينبغى أن تكون في مسلم ربنا يجعل لساننا كده يعني لا يقتر إلا الشهد والكلمات الطيبة عشان نرتقي في أعلى درجات الجنة ربنا يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى تعالوا نشوف الآفة اللي بعد كده وهي آفة من أخطر الآفات اللي هي فاكهة المجالس الغيبة يقول جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكارهتموه سبحانك يا ربي حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيقول كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وبيوضح وبيقول يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبي لا تغتاب المسلمين لا تغتاب المسلمين ولا تتتبع عورتهم فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته يخبر حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن الرغيب من أسباب عذاب القبر ربنا يا رب يجعل كبرنا روضة من رياض الجنة يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حينما مر على قبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بل إنه كبير أما حدهما فكان لا يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة وفي رواية أحمد بسند صحيح قال أما حدهما فكان لا يستنزه من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالغيبة فكان يغتاب فيعذب في الغيبة وأما الآخر فيعذب في الغيبة آه يبقى إذن الغيبة من أسباب عذاب القبر طبعا عذاب القبر كما قالوا يعني أكتر ثلاث أشياء بيعذب فيها الإنسان في قبره بسبب البول والغيبة والنميمة ربنا يا رب يا عافينا وعافيكو يجعل كبرنا يا رب روضة من رياض الجنة ولذلك من ضمن المشاهد اللي شافها النبي في ريلة الإسراء والمعراج أنه قال صلى الله عليه وسلم لما عرج بي ليلة الإسراء والمعراج رأيت أناسا لهم أظفار ضوافر من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم مشكلة المشاكل أخي وحبيبي أني ذنب المغتاب هو هو ذنب المستمع واحد بيقولك أنا ما بقولش حاجة أنا بس بسمع أنا فقط بقولي فلان إيه اللي أخبر فلان وفلان إيه ده فلان بيعمل كذا وده سوا كذا وده كذا وده كذا وده كذا والتاني يقولك والله ما نطقت كلمة حبيب قلبي حتى لو ما نطقتش كلمة مجرد إنك تئذن لواحد يغتاب أخوك فأنت مشارك له في الغيبة إيه الدليل على كده في الحديث بتاع معز بن مالك الأسلامي لو حضرتكم فاكرينه لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعترف أنه زنى وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم من ضمن الروايات العجيبة لهذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر برجم معز بن مالك وقال للصحابة استغفروا لأخيكم قالوا غفروا الله لمعز بن مالك قالوا والله لقد تاب توبة لو تابها سبعون لو تابها سبعون لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لو سعتهم شوفت ديه وهو ماشي مع الصحابة اتنين من الصحابة خدوا جنب كده فواحد منهم قال للتاني اما رأيت الى هذا الرجل اللي هو معز بن مالك ما دعته نفسه حتى رجم رجم الكلب هو ايه اللي خليه يروح يعترف انه زنم ما كان يسكت وخلاص يفضل سايب نفسه يروح يعترف وبعدين يرجم رجم الكلب فسكت النبي هو سمعها وسكت النبي صلى الله عليه وسلم وشوية هم ماشيين اعزكم الله لقوا جيفة حمار ميت فقال النبي اين فلان وفلان خد ذلك اللي اغتاب واحد واللي سمع التاني وحد قال له اخوه اما رأيت الى هذا الرجل الذي ما دعته نفسه حتى رجم رجم الكلب التاني مناطعش كلمة التاني سمع فقال اين فلان وفلان قالوا ها نحن يا رسول الله قال كل من جيفة ذلك الحمار فقالوا غفر الله لك يا رسول الله ومن يأكل من جيفة الحمار قال ما نلتما من اخيكما آنفا اشد عند الله من اكلكما من جيفة ذلك الحمار فاستدل اهل العلم بان الانسان لو سمع الغيبة كأنه اغتاب ولذلك النبي عليه السلام دعاك ان انت ترد عن غيبة اخيك وان انت ترد عن عرضه قال من ذب عن عرض اخيه ذب الله النار عن وجهه يوم القيامة اللي يدافع عن عرض اخيه ربنا يرد عنه النار يوم القيامة ويبعدها عنه سبحانه وتعالى لم يجي واحد يغتاب مسلم قل له بالله عليك غفر الله لنا وله بالله عليك بلاش سيرة الناس علامة الافلاس كثرة الانشغال بالناس يا اخي ربنا يبر فيك اذكر الله صلى على رسول الله استغفر انشغل بعيوب وعيوبك تعال نذكر بعض بالله بدلا ما نقعد نجيب في سيرة الناس وخصوصا سيرة اهل العلم فلحوم العلماء مسمومة نتقرب بنا في سيرة العلماء اللي احنا قاعدين مشغولين ليل ونهار فلان عمل وفلان سوى وفلان اتجوز وفلان خلف وفلان عدد وفلان وفلان اشغل نفسك بنفسك واعرف ان قدامك عقبة كأود لازم تعدي من على الصراط عشان تخش الجنة ومش هتعدي وانت معاك مظالم لا يمكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول وعزتي وجلالي لا يجاوز هذا الجسر اليوم مظالم ابدا لا يمكن لحد ما تقدل المظالم اللي عليك اخويا وحبيبي اشغل نفسك بنفسك القافل بعد كده برضو خطيرة جدا النميمة نقل الكلام بين الناس على وجه الافساد بروح اقول فلان فلان قال عليك كذا وبروح اقول فلان وفلان قال عليك كذا استفدت ايه حبيب قلبي واستفدت ايه اخت الفاضلة استفدنا ايه لما ولعنا بين الناس واشعلنا نار الفتنة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضح ان من اعظم اسباب عذاب القبر النميمة لما مر على قبرين كما كنا في الحديث قال انهم لا يعذبان وما يعذبان في كبير بل انه كبير اما احدهما فكان لا يستبرق من بولي واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام يعني لا يدخل الجنة مع اول الداخلين انسان بيسعى بالنميمة بين الناس لانه اشعى اشعى للفتنة بين الناس وسبحانك يا ربي من شؤن من شؤم النميمة كانت كسة كده جميلة بتحكى ان واحد نزل اشتري غلام عشان يشتغل عنده فواحد قال عبد طيب مبارك وقوي ومتين غير انه نمام فرجل اللي اشترى يعني استهم بلا يبقى للمشكلة نمام نمام مش مشكلة مدام بيشتغل كويس وقوي وشكله جميل ومنظره حلو اشترى الغلام ده كان غيته النميمة في يوم الايام دخل على سيده وقال له يا سيدي انا عايز اقول لك حاجة قال له تفضل قال له ده زوجتك زوجتك وقعت في حب شاب تاني وتوعدت معها ان هم ما يمشوا مع بعض في الحرام وجاية اللي لا ده عشان تقتلك ولو عايز تعرف تأكد هتيجي النار ده مسكة سلاح كده عايز تقتلك وراح لزوجة زوجة الراجل ده قال لها جوزك هيجوز عليك وعلى وعايزة تمنعي الجوازة ديت هتيلي بس شعراية من لحيته وانا اعملك عمل اخليه حبك وما يحبش حد غيرك قلت له انا عمل ايه قال لها اخدي موس وهو بالليل نايم خش بس عليه وهتيلي بس شعراية من لحيته وانا اعملك عليها العمل المرأة صدقت الكلام ودخلت على زوجها ومسك الموس وبعدين الراجل عمل نفسه انه نايم فلما لقاها دخلة بالموس على الابته وهو ما يعرفش انها عايزة شعراية من لحيته بيحسبها عايزة تقتله رح ماسك الموس وقتلها اهلها عرفوا فجم اتلوه فقامت نار الفتنة بين العلتين قتلوا في بعض بسبب الناميمة وكل ده من شؤم الناميمة ربنا عافينا عافيكم ندوم من الافات اخويا وحبيبي قف المحصنات ان انت تقعد تقول فلانا مشيها وحش وفلانا مشيها بطال وفلانا تقل لا في اعراض المسلمات قال جل وعلا ان الذين نرمونا المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخر ولهم عذاب عظيم قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات وكان من بينها وقف المحصنات المؤمنات الغافلات من ضمن الافات شهادة الزور قال جل وعلا واجتنبوا قول الزور ده في ناس بتتأجر يا مسلمين عشان تروح تشهد شهادة زور قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري مسلم الا انبئكم باكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكرره حتى كنا ليته سكت اشفاقا على النبي اخر آفة افشاء الاسرار واحد قال لك سر ليه تروح وتفشي سره ليه تخلي الانسان عيازا بالله يفضح امام الناس ليه تروح تفشي سر الانسان وتضمر مستقبله حياته يقول صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اتمن خان أمانة السر يقول صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة لو أنا بكلمك وو أنا بكلمك كده التفت ليكون حد شايفنا فهي أمانة كإني بقولك الكلمة دية سر وأشد أنواع الأسرار ما يكون من الأسرار يبين الرجل والمرأة ولذا قال صلى الله عليه وسلم إن أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأتي وتفضي إلي ثم ينشر سرها دي كانت بعض الآفات وإلا الآفات كثيرة جدا ذكرتها في كتاب الحقوق الإسلامية أكتر من خمسة وخمسين آفة من اللسان لكن اخترت لك أهم الآفات عشان تقول أنا بي أنا فين من كلام ده كله لساني ده لازم أطهره لا يمكن بعد النهاردة لا إفشاء سر ولا قصف المحصنات ولا غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا بهتان ولا شهادة زور ولا سب ولا شتم ولا لعن أنا إن شاء الله من هنا ورايح لساني لن يقول إلا خيرا وشعاري من صمت نجا من صمت نجا لسانك الأعضاء كلها كل يوم بتقول اتقل لها فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا لو لقيت حد قاعد في كدب وغيبة ونميمة ابعد عن المجالس واخرج وعيش لوحدك واذكر ربنا وصلى على نبينا صلى الله عليه وسلم واشغل لسانك بكثرة الذكر لله سبحانه تعالى فذكر الله دواء ذكر الله دواء وذكر الناس ده وعلامة الإفلاس وعلامة الإفلاس كثرة لانشغال بالناس أسأل الله أن يطهر ألسنتنا من كل هذه الآفات وبكده نكون انتصرنا إن شاء الله على الشيطان وجبنا لمس أكتاف يعني أسأل الله عز وجل أن يطهر ألسنتنا من الغيبة والنميمة والكذب وسائر الآفات اللهم اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يم من كتابنا اللهم نجينا من عذاب القبر اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نضمأ بعدها أبدا وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة